هو طبعا زي ما الدكتور رحمد حسين تفضل وقال تم التواصل على مجموعة من الاتجاهات ووصلنا لأن فعلا الفلوس دي قريدة صرفت بس يبدو أنه في الجامعات دخلت في أبواب أخرى غير الباب الخاص لمكافآت الانتياز وسيتم إن شاء الله مفروض نهاية الشهر ده الصرف أعتقد لكل الناس زي ما وعدونا ولو في أي مشكلة متبقية هتبقى في 80% من مرتب الطبيب المقيم دي هي اللي لسه ما تحسمتش ومفروض إنه ما يكونش فيه استخطاعات من مكافئة الامتياز لأنها مش مرتب ده ده الموضوع اللي قيد النقاش لغاية دلوقتي وإن شاء الله ربنا ساني بقى فيه أخبار كويسة بإذن الله